موسيقى 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 صباح الخير مشاهدينا وينما كنتم عم بتتابعونا بلبنان وبالعالم العربي وبالعالم اليوم الخاميس 22 أب 2019 متل كل 22 بتوفد المئات والعشرات من المؤمنين لدير عناية لأداء الصلاة والسير بالمسيرة مع سيدة نهاد الشامي القديس شربيل هالقديس العابر للقارات العابر للطواقف العابر للأدين فعلا هالقديس يلي كل العالم صارت بتعرفه من أقصى شمال العالم لأقصى الجنوب عم بيقدر انه يتشفع فينا وينما كان بالعالم وفعلا عم بيشهد أو عم بيشهد العالم على شفاءات عم بتصير وتقارير طبية عم تنضم بأستجلات بيدير عناية وهذا تمجيد للرب هالقديس يلي كرس حياته للرب يسوع وكان دايما دايما الهدف الوحيد والأساسة له هو الوصول للرب ويكون قريب منه فبهنهار مشاهدينا بـ 22 ومثل كل 22 نتمنى انه كل شخص عم بيطلب شفاعة القديس شربيل ينال الشفاء ينال المعونة وينال حيالة طلب بيطلبه واكيد لدي الشربيل ما بيخييب ظن حدا اليوم كمان هو اليوم الدولي لأحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين والمعتقد عم تتواصل أعمال العنف والتعصب القائمة على أساس الدين ضد الأفراد والجماعات وبتتخذ طابع إجرامة شهدنا بالسنوات الأخيرة مشاهدين هالإضطهاد بالعراق بسوريا باليمن بأوروبا وحتى بالولايات المتحدة الأمريكية هون بتكمن تقافة تقبل الآخر باختلافه وتوجهه الدين والعقيدة وهون دور السياسات الحكومية من خلال وضع المناهج أو بالمناهج التعليمية مواد بتحفظ الفرد على تقبل الآخر والانفتاح على اختلافنا العقائدة والدينة ومشاهدنا مثلها اليوم كمان عام 1911 سرقت لوحة الموناليزا لليوناردو دافينشي وهلأ مشاهدنا مننتقل لأحوال التقس تقسنا لليوم مشمس مع ضباب على المرتفعات ورياح جنوبية غربية بتوصل سرعتها بين العشرة والخمسة عشر كيلومتر بالساعة الحرارة رح تسجل ببيروت 31 درجة أقصاها والرتوبة مرتفعة رح تصل لـ 80% يعني رح نحس أن الحرارة هي أكتر من 31 الجمعة السابت والأحد التقس مشمس والحرارة إلى ارتفاع اليوم الأحد ولكن التقس رح يضل مقبول نسبياً يعني لأخير قاب على أمل أنه قاب ما يودعنا بتقس حار جداً ساعة الغروب عم بتكون 7.18 ديئة بلشنا نشهد على قصر لنهار يعني فعلاً مشاهدينا التقس بعده مقبول لحديث هلأ نسبة لشهر قاب وهلأ مشاهدينا ننتقل للمتفرقات كلنا منلبس الجينز مشاهدينا وأوقات منلاحظ أنه في جيبة صغيرة إلى جانب الجيبة الكبيرة اللي بتكون موجودة مثل ما عم نشوف على الشاشة بجانب الأربع الجوب الأساسية لبانتالون الجينز عندنا جيبة صغيرة عادة ما بيستخدمها العالم وبالقديم البانتالون الجينز تم اختراعه بحقبت رعات البقر بالولايات المتحدة الأمريكية ومن عادة رعات البقر أنه يحملوا ساعة صغيرة بجيبهم صممت للجينز الخاص فيهم مثل ما عم نشوف سوا على الشاشة على هذا الأساس ورغم أنه ساعة ما بقى عم نستعملها نحن بعدهم المصانع طبع للجينز عم بيستخدموا أو عم بيحطوا هيدا الجيبة الصغيرة على الجينز وهي يعني صارت أكتر مثل ديكار للجيز وما بقى حدا عم بيستعملها إلا أوقات منحط 500 الصغار بقلبها في عنا قطعة ملابس جديدة بشكل حديث ومزودة ببكتيريا للتغلب على مشكلة التعرك وقالت المصمم روزي بردهايد أنه سكن 2 يلي عم نشوفها سوا وهي فعلا يعني شكلها كتير جديد وحديث هي قطعة التياب تشبه لباس البحر بلون رمادة فاتح مع كميم تحتوي على بكتيريا مفيدة بتقلل الروايح يلي بتفوح من الجسم وقالت أنه العرق منه سبب انبعاث الروايح إنما البكتيريا يلي موجودة بقلب جسمنا لذا أدخلنا بكتيريا نافعة على القماش لتقليل من الانبعاثات أو من انبعاثات البكتيريا الضارة تعاوني تروزي مع عالم بلجيكي وهو عالم أحياء وكانت سكن 2 دقيقة الصنع جدا ومزودة بالبكتيريا النافعة أو اللي هي البروبيوتك وبيبينوا أنه أو بيقولوا أنه ممكن يطرحوا هالأميس أو هالبادي إذا فينا نقول بالأسواء العالمية للبيع كما لابس رياضية والأكيد أنه هاي دي قطعة القماش بتقلل من الروايح الضارة يلي بتصدر من الجسم وفعلا هي منا بحاجة لغسيل لأنه ما رح تحسوا أنه في إلا ريحة بشعة فهوني كمان بنكون عم نوفر طاقة أو عم نوفر ماي تمكني الطالبة جامعية بريطانية من إعادة تركيب وترتيب تفاصيل ثلاثية الأبعاد من الشمع لوجه إمرأة كهنة توفيت بالفترة ما بين 55 قبل الميلاد وال400 بعد الميلاد هالطالبة هي بتدرس ماجستير بالأدلة الجنائية وتحديد الوجه بجامعة بمدينة ديندي الإسكنتلاندية وقال موقع physics.org أنه تم العصور على بقايا رفاة السيدة عام 1833 وتم حفظها بمتحف تشريح بالجامعة وهالمرة هي من أصل كالتي من جزيرة لويس وتم تسميتها بهيلدا هلأ حاليا وعاشت حوالي 60 سنة وفقا لمعايير العصر الحديدة 60 سنة كانت كثير لمدى الحياة يعني أمد الحياة كان جدا قصير بالعصر الحديدة ويقولوا أنه 60 سنة عاشت كثير هيدا المرة كانت هيدا المرة واللي تبين أنه توفيت جراء أزمة قلبية وكمان بيقولوا أنه كانت عايشة بحياة هيك حياة مع مصاري لأنه تمكنت من أنه تعيش حياة طويلة وكانت قد فقدت أسنينها بس بشكل عام ما في كثير اختلاف بتفاصيل الوجه عند النساء بالعصر الحديدة وبعصرنا لليوم نحن نتقل مشاهدينا لخبر تكنولوجي وخاصة مع السيارات كشفت نيسان عن تقنية جديدة للسيارات الكهربائية بتمكنها من تزويد المنازل بالطاقة عند الحاجة وسموها نيسان أنرجي شير بتركيز أو ترتكز هذه التقنية حول نظام تحكم لمبادلة الطاقة بين السيارة الكهربائية والمنازل هل التقنية مفيدة بحل انقطاع الطيار الكهربائي مثل عنا في لبنان ولإضاءة المنازل الريفية المعزولة عن شبكة الكهرباء العامة أو حتى لتقليل من استخدام الطاقة المحلية وتخفيد المصاريف يلي بتنتج عن الطاقة تقنية نيسان الجديدة منافذة لنظيرتها شركة تسلا الأمريكية يلي قدمت تقنية مشابهة لإله وهالتقنية بتجي للحد من التلوث البيئي الناتج عن انتاج الكهرباء والحد من الطاقة المهدورة يعني فعلا شركة نيسان دايما عم تزودنا بأحدث التقنيات للتخفيف من التلوث والحد من هدر الطاقة من نيسان ومن أمريكا رح ننتقل للبنان مشاهدينا كلنا منسمع بجزيرة الأراني أو جزيرة النخل أو النخيل بلبنان ولكن قليل من نظيرة فأنا اليوم عنده كم معلومة عن هالجزيرة هي تيب على لبنان مسطحة وخالية من التضاريس مساحتها 18.8 كم مربع تسميت هالجزيرة بجزيرة الأراني بمطرع القرن العشرين الأنصل الفرنسي جاب مجموعة من الأراني بوحطهم بالجزيرة لممارسة هوية صيد الأراني الأثار الموجودة فيها بدل على أنها كانت معروقة مسكونة ومعروفة من أيام الفنقيين وكان قد ذكر العالم الجغرافي الإدريسي بكتابه أنه تم بناء كنيسة على الجزيرة أو جزيرة النخل بس أرر الملك انطاقيا تزويج ابنه من أرملة أمير أبروس ومازالت أثار دير الرهبان موجودة حتى الآن والحلو بهالجزيرة وجود بيرل الماء عذب شجع الرهبان للمجيء إلى الكنيسة تنفرد الجزيرة بنباتات طبيعية جدا نادرة وسلاحف بالصيف بتبيض وبتحط البيض طبعا بين الصخور من بين النباتات النادرة عنا حشيشة البحر يلي هي الرومارا عم نشوفها قدامنا عنا أمحلوب وعنا عصر راهب العصر راهب الصورة يلي عم نشوفها كمان قدامنا وكانت تستخدم بالطب الشعبي هي بتضم ثلاث جزر رئيسية جزيرة الفنار أسنينة والأرانب وهي قبالة الساحل بطرابلوس ومحمية جزر النخيل هي منطقة محمية من قبل اتفاقية برشلونة ومنطقة مهمة للطيور وبالفترات السابقة كانت مسكونة من قبل البشر خاصة بالحقبة الفينقية وهلأ مشاهدينا مننتقل لأسحة الغذائية بالصيفية على البحر أو حتى إذا قاعدين بالبيت بتطلع بالنا كتير ليمونادة الليمونادة يلي معمولة من الحامض من السكر يعني بتطلع بالنا لأنه هي ريفراشينج بتخلينا نحس أنه نحن انتعشنا بالشوب بس شي مرة مشاهدينا سمعتوا عنه الليمونادة الصودة رح نشوف سوا الليمونادة الصودة يلي بتساعد على التخلص من سموم الجسم مكوناتها من الليمون بودرة الفحم الأسود النباتي وملح الهيمالاية يلي بيستخدم لتحضير ما يسمى بالليمونادة الصودة مثل ما عم نشوفنا قدامنا يعني لونة أسود أما الخصائص تبعها الليمونادة هي حرق الدهون وهي للجسم كتير مهمة ينصح بتناولها أكيد بالصباح الباكر قبل الترويقة بس إذا الشخص يعاني من حرقة أو أرحى بالمعدة أو اضطراب بالكلاوة فمن المستحزن عدم تناولها لأنها جدا قوية على الجسم خاصة بودرة الفحم والملح اللي بيكون بالهيمالاية هو ملح كتير بيمليح وهو ملح صخري فهو بيسبب الالتهابات بالأوعية الدموية في حال كان عنا نحن استعداد ليصير عنا هالالتهاب جراء رحى أو حرقة رح نضل بالصحة الغذائية الأسبوع الماضي مشاهدينا حكينا عن فوايد القهوة اليوم رح نحكي عن فوايد الطفل يلي موجود بالقهوة بحسب موقع طب ويب أول شيء الطفل بيقلل من انتفاخ العين ففينا نحطه على عيننا لأنه الطفل تحت العيون بيشلنا الانتفاخ وخاصة بالفترات المسائية يعني مشاهدينا إذا منعشية غمضوا عيونكم نحطوا تقريبا على كل عين خمس دقايق طفل وغسلوا عيونكم بتلاحظوا أنه الانتفاخ قل بيعالج السلوليت بمسج التفل مع الماي الماي بها تكون صخنة أكيد وفرق المنطقة اللي فيها السلوليت لمدة عشر دقايق مرتين بالأسبوع وهيك منكون قللنا من السلوليت اللي موجودة بالجسم وأكيد مع السلوليت مشاهدينا لازم نشرب كتير ماي لنخفف من حدة السلوليت بالجسم قبل ما نستعمل الشامبوين فينا ندلك الشعر بالطفل لشعر صحي بعزز الدورة الدموية بفرق المناطق بالجسم يلي هي يعني مناطق حساسة إذا قلنا الإيد الإجران البطن لإزالة الخلايا الميتة كمان يدلك الجسم بالطفل وبيزيل الرويح من البراد أو من الفريزر فينا نحط بيجات صغير مشاهدينا طفل ونحطه بآخر الفريزر أو بآخر البراد ونخليه كل الليل وهيك الطفل بيسحب كل الرويح الكريهة يلي ناتج عن الأكل يلي بيكون بالبراد وهيك مشاهدينا بتكون خلصة هيك أخبارنا صباحية من صحة غذائية لتكنولوجيا لمنوعات حول العالم على أمل أنه تكونوا استمتعتوا بأخبارنا وبرجع بعيدة بذكر أنه اليوم 22 الشهر يلي قادر يطلع على عني ما يتردد أبدا الصلوات على مدار الساعة المسيرات سوى بالمسبحة أو محبسة وفعلا تلاوية المسبحة جدا مهمة وخاصة المسبحة الوردية بتعطينا هيك أنرديو بتعطينا بوست لنقدر نكفي بهالعالم المليء بالضجيج والمليء بالمشاكل الحياتية اليومية اللي منكون عام نواجهها رح ننتقل مشاهدينا لتبس أو نصيحة من الدكتور ليس كفوري مرحبا اليوم رح نحكي عن موضوع كتير شائع بمجتمعنا الي هو موضوع الميجران ولكن بالأول مفروض نعرف نميز بين ميجران أو وجع راس سبب وشي تاني بنبلش بالميجران اللي هو وجع ما بينطاق بمنطقة الراس ببلش بطريقة بالساتيل اللي هو تنقيف وبيمتد من أربعة لتنينة وسبعين ساعة والمريض بها الحالة بيوصل لمرحلة من الغثيان لمرحلة ما بيقدر يشوف الضوء اللي هي الفوتوفوبي ومرحلة ما بيقدر يسمع صوت اللي هي الفوتوفوبي كمان من الضروري استشارة اختصاصة لما يصير عندنا وجع راس مزمن تنقدر نميز بين ميجران أو وجع راس ناتج عن مشكلة بالرقبة أو مشكلة بالعصب أو مشكلة تانية ممكن تكون بالمصران أو بحيالة منطقة من الجسم نصيحنا اليوم للميجران لما يصير عندهم العارض لا يتعرضوا للضوء يناموا بمطرح معتم يحطوا لبخات ما يمسقعة أو صخنة على الرأس وما يتعرضوا لأي أصوات أو ضجيج من الخارج بشكركم وبشوفكم بحلقة جديدة يعني مشكلة الميجران أو وجع الرأس المضمن مشكلة يعاني مننا كتير من الناس رح أرجع أذكر أنه الميجران بتضل تقريبا بين الـ 74 و 72 ساعة ممكن يحس المريض بغثيين وما بيقدر يشوف الضوء ولا يسمع أصوات من الفوتوفوبي أو الفونوفوبي ضروري نشوف حكيم لنقارن بين الأعراض العادية لوجع الرأس الناتجة عن وجع بالمصارين أو وجع بالرقبة أو الميجران يلي فعلا بتكون جدا مؤلمة أبدا ما لازم نتعرض للضوء لازم نحط لبخات سخنة أو مسأعة على الرأس ونبتعد عن الضجيج وهيك مشاهدينا مع هالنصايح عن الميجران ووجع الرأس منكون ختمنا لليوم هيك صبحيتنا وبريك أصير ومنبشر باستقبال ديوفنا خليكن معنا